موسيقى بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين حلقتنا اليوم بعنوان أوقفوا خطاب الكراهية ضد المسيحيين سلام الرب لكم وبركة الرب على حياتكم أحباب الرب متابعي قناة الحياة المسيحية وبرنامج أبناء الرافدين هناك فيديو لرئيس الوقف الشيعي في العراق يقول لابد من قتل النصارى الكفرة حتى يسلموا أو يدفعوا الجزية أي أن يكونوا مسلمين وتم نشر هذا الفيديو في تاريخ 2017-13-5 قال علاء الموسوي رئيس ديوان الوقف الشيعي أنه ينبغي على النصارى واليهود أما أن يعتنقوا الدين الإسلامي أو يدفعوا الجزية أو يقتلوا ما الفرق بينك وبين داعش إذا كان ما تقوله صحيح لما لا يقولون المسلمون هذا الكلام حكم ديننا بهذه الطريقة ولا يجاملون وينافقون ويكذبون ويقولون ديننا لا يقبل بهذا الشيء أطلب بإيقاف خطاب الكراهية ضد المسيحيين وهذا ما قام به رئيس الوقف الشيعي بنشر خطاب وتعليم يحرض على قتل المسيحيين وذلك لأن المسيحيين هم كفرة في نظر الإسلام وقام البطرياك روفائيل ساكو بطلب نداء عاجل لمساعدة المسيحيين بعد أن قاموا شيوخ الفتنة بإصدار فتاوي الجهاد والتحريض يخيرون المسيحيين العراقيين والغير مسلمين بين ثلاث طرق واحد أما اعتناق الإسلام اثنين أو القتل ثلاثة دفع الجزية وهذا يشمل باقي الأديان والأقليات أيضا من هم ليسوا مسلمين خلونا نشوف فيديو رئيس الوقف الشيعي في العراق الجهاد يعني القتال لكن مع من هناك ثلاث طوائف ينبغي مجاهدتها الطائفة الأولى الكفار المشركون يعني غير أهل الكتاب الكفار عندنا كفار مشركون ليس لهم دين أبدا يعبدون الأسطان مثلا وعندنا نوع آخر من الكفار نسميهم كفار أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى القسم الأول ممن يجب جهادهم الكفار المشركون فإنه يجب دعوتهم إلى كلمة التوحيد والإسلام الغرض من الجهاد وقتال هؤلاء ليس الاستيلاء على أراضيهم ولا الاستيلاء على أموالهم إنما دعوتهم إلى الإسلام وما دامت عندهم دولة كافرة تمنع من دخول الإسلام تمنع من دخول الإسلام وثقافة الإسلام فلا بد من مجاهدتها لإزالة الموانع دون نشر الإسلام هذا هو الغرض إذن واحد دي فان غلط مثل ما زمن الغزوات الإسلامية كان حافل بالغزوات وبالحروب ضد الدول الأخرى وأشيع الانطباع هذا بين الناس أن الدولة الإسلامية تتمدد على حساب أموال الناس وعراضي الناس وكأن الغرض من الجهاد الاستيلاء على الأموال والأراضي وتوسعة النفوذ المسألة مهادة أبدا بحيث لو كان هناك بلد دولة قائمة وبلد قائم وأعلن الإسلام بلا قتال يعني قبل أن يصله المسلمون بالقتال أعنى للإسلام ماكو داعي للقتال بعض انتهى الموضة جهاد ماكو يا أبدا أصبحوا مسلمين محترمي الدم والمال والعرض وكل شيء فالغرض إذن من هذا النوع من الجهاد هو توسعة رقعة الإيمان ودعوة الناس إلى الإسلام لا توسعة رقعة الأراضي والأموال والنفوذ هذا قسم القسم الآخر الطائفة الأخرى أهل الكتاب يعني لا بد من قتال أهل الكتاب اللي تسميهم كفار أهل الكتاب اليهود والنصارى أيضا لنفس الغرض لنفس الغرض لإدخالهم في الإسلام إما يدخلون بالإسلام وإما يقاتلون وإما يعطوا الجزية بحسب الاتفاق مع ولي الأمر اللي هو ولي أمر المسلمين اللي هو النبي أو الإمام وطبعا يلحق بهم بحكمهم المجوس والصابعة يعني نتعامل مع المجوس والصابعة تعاملنا مع اليهود والنصارى نفس الحكم ينطبق عليهم وأحب أشكر أهل العراق الطيبين من الشيعة والسنة الذين وقفوا بصفوف أخوتهم من المسيحيين ويستنكرون فتاوي شيوخهم ويطلبون بمحاسبتهم السيد علاء المسوي رئيس ديوان الوقف الشيعي يعطي تعاليم وشرح الجهاد وهو القتال مع ثلاث طوائف منهم الكفرة المشركين واليهود أي النصارى أيضا حيث قام بعد هذا الفيديو بمقابلات أخرى مع قنوات ليصرح أنه كان يقصد التعليم وليس التحريض أو الفتنة يا سيد علاء هذا كلامك إذا ما بيه أي تحريض أو أي فتنة لعد التحريض والفتنة شون تكون ما يكفي هذا الكلام حيث كان يشرح أحكام الجهاد وهو تعليم موجود في كتاب الله كما يدعون وهي فكرة التشيع وهو فكر من خلال التعليم أن الإنسان الآخر هو كافر وبعدين يقول لك إحنا معلنا بالتكفير والإرهاب وهم منبع الإرهاب وبعدها يقول لك خطية فلان راح فجر نفسه يعني الفكرة كلها هي أنه أنا أجبرك أن تدخل الإسلام أو آخذ فلوسك يعني بكل الطرق أنت كافر كافر وفي الإسلام يسمح بقتل الكافر من المسيحيين واليهود وهذا بسبب أن الإسلام أو المسلمين يرون أنهم على حق والطريق الآخر هو على باطل من سمح لكم بالحكم على الآخرين يكفي كذب وتلعنون وتعلمون وتعلمون أنكم أنتم أهل الحق من يقول ومن علمكم يكفي هذا الكذب والهراء حيث يعترف أن الإسلام أو القرآن هناك نصوص تقول أن المسيحيين كفر إذا كان من الطرف الشيعي أو السني لأن الطرفين لهم كتاب واحد وهو القرآن والسكوت هو بسبب اختلاف الأحكام شخص يطبق هسه وشخص لا يطبق بعدين بسبب حكم الذمة أو الذمية هاي اللي تحلل قتل الإنسان أروع مخلوق خلق الله هل الله يناقض نفسه يقوم بخلق الإنسان وبعد ذلك يقوم بقتله يقوم بقتل الإنسان ما هذا التناقض يا أخوتنا المسلمين لماذا هذا التفكير يعني اليوم أحميك وباتشر أكفرك وأقتلك وأسلبك لو تدفع لي الجزية خلونا نشوف بعض من ردود أخواننا المسلمين والصابقة والمسيحيين منحب نذكر أساميهم يرسلون رسائل إلى سيد على المسوي وهذه هي الرسالة العتب مو عليك يا علاء المسوي العتب على أخواننا الشيعة وخاصة حكومتنا الرشيدة الذين وضعوك بهذا المنصب الحساس بمثل رئيس الوقف الشيعي لابد من يكون في هذا المنصب قبل ما يتكلم يراجع نفسه أولا ويفتهم ما هي سلبيات الكلام وماذا يمكن أن يفعل ويقول أخونا المسلم أسألكم ما هو فرق كلام علاء المسوي عن الفكر الداعشي وجهان بعملة واحدة لماذا نتكلم بالتعايش السلمي والأخوة أمام وسائل الإعلام هل نجامل بعضنا البعض لقد كشفت الأوراق للأسف هل تعاليم المسيح والصابقة والأقلية الأخرى الذين هم أهل الحضارة أقدم من تاريخك وتاريخ الإسلام بستمائة سنة ويتكلم أحد أخوانا من الصابقة نحن الموحدين الصابقة المندائيين نعبد الله الواحد الأحد لا شريك له أنت من تكون حتى تكفرنا تكفر أهل العراق مو العراق ما الخلفك أنا أشهد كل رجال الدين من المسيحيين وأخواننا من المسيحيين يتحلون بلغة المحبة والتسامح وحث الناس على الأخوة والتسامح ما بين نسيج المجتمع أما أنت لا وكل من مثلك أنت إنسان غير صالح أن يكون رجل دين أنت تبعية إيرانية وليس عراقي تريد أن تقضي على وحدة العراق بحجة الدين والتدين والدين منك بريء أليس هناك ثلاث آيات ذكرت بالقرآن أن النصارى والصابعة من آمن بالله واليوم الآخر لهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف منهم يا أيها الناس عليكم بدينكم ليس مكتوب لديكم لكم دينكم ولي ديني أنا أحاججكم اليوم بدينك من أين أنت من هذا الكلام يا سيد علاء أين أنتم من هذا الكلام يا مسلمين نحن كطائف إيصائي بيئية لا نتشرف بيك إطلاقا وأنت إنسان ليس عربي بل تبعية إيرانية أحباب الرب بعد هذا الرد ما أعتقد يوجد رد آخر إلى هكذا نموذج من الناس الذين هدفهم الطمع والقتل والمصلحة الشخصية مع كل الأسف هذا النموذج هو اللي يحكم بلدنا خلونا نصلي يا رب يسوع أنت تحمينه من الشر وعوان الشرير ومن مثل هكذا أشخاص مثل شيوخ الفتنة نصلي أن تلمس قلوبهم المتحجرة وتغير أفكارهم الشريرة وتحمي الناس المساكين اللي تحت هذا الحكم والفكر ساعد أهلنا يا رب في العراق آمين وعدنا اختبار آخر من أحد أخوتنا في جسد المسيح أخونا المرنم ليث خلونا نشارك مع بعض ونتبارك في اختبار أخونا ليث وهو بعث اختباره إلى برنامج أبناء الرافدين خلونا نقرأ اختبار أخونا ليث سلام المسيح قسيس بشار وسلام المسيح إلى كل مشاهدي قناة الحياة التي هي الصوت المسيحيين وسلام المسيح إلى كل متابعي برنامج أبناء الرافدين وأصلي أن يكون هذا البرنامج سبب بركة لكثيرين أعرفكم عن نفسي أنا اسمي ليث عبد الكريم من العراق عضو في جسد المسيح وأخدم الرب وللشرف أن أكون قائد تسبيح في أحد الكنائس راح أتكلم عن حياتي قبل الإيمان كانت حياتي بعيدة عن الإيمان ومعرفة الرب بل كانت تتمركز على ذاتي وقوتي وشطارتي كنت أهتم بدراستي التي كانت هي أهم شيء وأهم أولوياتي وأن أفتخر بها قدام الناس لكن هذا الحلم لم يتحقق بسبب بلدي والاضطرابات التي صارت في بلدي وتركت البلد وسافرت إلى سوريا بحثا عن الأمان لكن بداخلي حزن ويأس لأني تركت أكبر أحلامي وهي دراستي وبعد مرور أشهر اتصلت بخالتي التي كانت مؤمنة وتبشر بالمسيح وتكلمت معي عن محبة الرب الذي قادر أن يغير حياتك فقط التجأ إليه وبالفعل بحث عن كنيسة قريبة عني وصرت أذهب إلى الكنيسة وأسمع إلى الترانيم وكلمة الرب وكنت جديد عن هذه الأجواء ولكن أحس بتغيير داخلي وفرح وسلام وانضميت إلى اجتماع الشبيبة وصلى معي أحد الخدام الصلاة الخلاصية وأمنت وقبلت المسيح مخلص لحياتي ومن هنا بدأت حياتي مع المسيح وبدأت بقراءة الكتاب المقدس والخلوة الشخصية وشعرت بعناية الله وتعاملة في حياتي وشكني بطريقة جديدة جعلني خليقة جديدة كما هو مكتوب في رسالة الرسول بولوس الثانية إلى أهل كورنثوس خمسة عدد اسباطعش إذ أنك كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة والأشياء العتيقة قد مضت وهو ذا كل قصار جديدا ورب بل شهي قلبي لخدمة الناس خطوة بخطوة بحيث كانت أول خدمة لي هي جمع العطايا في الكنيسة وبعدها الرب رفعني أن أكون مساعد في الترانيم وبعدها الرب أعطاني مسؤولية أكبر أن أقف على المنبر وأقود تسبيح إضافة إلى خدماتي في الشبيبة له كل المجد وهذا هو إلهنا غيرني تغيير كامل بحيث كنت أبحث عن شهادة أرضية أفتخر فيها قدام الناس لكن الرب أعطاني شهادة سماوية أن أكون ابن إله كنت أمارس أمور عالمية من حلفان وكذب ونميمة لكن الرب غيرني بمحبة واجعلني أن أكون شخص يخدم الناس وأشكر إلهي القدوس لأن اختارني أن أكون قديس ضمن عائلة المسيح وأدعو كل شخص إلى أن يقبل الرب يسوع مخلص لحياته الله محبة وهو يحبك فقط ادعوه أن يدخل إلى قلبك وثق سوف يغير حياتك لأن مكتوب في مزمور 145 عدد 18 الرب قريب لكل الذين يدعونه الذين يدعونه بالحق آمين الرب يباركك عزيزي ليث وبعد ما قرأنا وتباركنا باختبار أخونا ليث خلونا نصلي من أجل ليث وكل أخوانا في جسد المسيح وكل أهلنا وكل الجيل الجديد نصلي ونطلب حماية الرب عليهم يا رب يسوع أنت تبارك العراق وأبناء العراق وتحميهم وكل الجيل الجديد وتباركهم وتنطيهم حكمة ومعرفة وتبعد كل شر وشرير عنهم ونصلي من أجل الأجيال الأخرى أنت يا رب ترشدهم إلى طريقك طريق الحق وتستخدمهم ويكونون هناك أجيال تخدمك وتباركك وترنم وتسبح اسمك القدوس آمين سلام الرب معكم وعزائي مشاهدي قناة الحياة ومتابعي برنامج أبناء الرافدين بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين اشتركوا في القناة